السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم أخواتي الأعزاء مرحبا بكم يا أصحاب الألسن الراطبة بذكر الله تبارك وتعالى مرحبا بكم يا أصحاب الجباه الساجدة لله تبارك وتعالى مرحبا بكم يا أصحاب القلوب الطاهرة لله تبارك وتعالى مرحبا بكم يا من أحسنتم إلى الناس مرحبا بكم يا من أحسنتم إلى أنفسكم مرحبا بكم يا من كنتم ناشري للخير بين المجتمعات مرحبا بكم يا من أنتم أهل التقوى وأهل المغفرة بإذن الله تعالى مرحبا بكم في كل وقت وحين ما دمتم مع رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وعظمنا سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى أليه وصحبه وسلم هو عبد الله ورسوله بلغ الرسالة بلغ الرسالة صلى الله عليه وآله وسلم وكان رحمة للعالمين كان رحمة للعالمين في أقواله وأفعاله وسلوكياته كان رحمة للعالمين لم يكن شقاء لأن الله تبارك وتعالى قال في القرآن الكريم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى فلم يكن شقي في نفسه ولا شقاء على الآخرين بل كان رحمة على العالمين ورب يقول ولو كنت فضا غليظ القلب لن فض من حولك ولم يكن غليظ الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ولم يكن غليظ ولا سبابا ولا لعانا إنما كان في قول الله تبارك وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم فما أجمل أن نكون كذلك ونتأدب بأدب النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي علمنا أن نحافظ على الصلاة وأمرنا أن نحافظ على الصلاة لأن معنا في الصلاة ما لا تره العين من الملائكة يعني هناك من الملائكة من يصلون معنا ويدعون للمنتظر الصلاة ويستغفرون للمنتظر الصلاة ويزورونه حينما يكون في بيته مريضا ويسألون أين فلان الذي كان يجلس هنا في هيبنا لنعوده ويزوروه فاتبال حضراتكم وهنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا أمن الإمام إذا أمن الإمام فأمنه فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه يا خبر يعني أنا لحينما أقول آمين يعني الإمام بيقول آمين بعد أن قرأ الفاتحة لأن في الفاتحة في الفاتحة إشراقات وفتحات فاتحة الكتاب العظيم الفاتحة فاتحة الكتاب العظيم أقول فيها الحمد لله رب العالمين أقول فيها الرحمن الرحيم أقول فيها لرب مالك يوم الدين أقول فيها إياك أعبد وإياك أستعين إياك نعبد وإياك نستعين أطلب لنفس الدعاء اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فالإمام هنا حينما وقف بين يدي الله تبارك وتعالى يناجيه ويقرأ صورة الفاتحة يقول آمين يعني اللهم استجب يا رب العالمين استجب يا من حمدناك استجب يا من مجدناك استجب يا من استعنى بك يا الله استجب يا من طلبنا منك أن تهدينا الصراط المستقيم استجب يا من طلبنا منك أن تهدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين آمين فالإمام حينما يقول آمين وأنا أقول آمين بعد الإمام ومع الإمام يعني الإمام يقول آمين أقول أنا آمين أنا حينما أقول آمين وأؤمن إذا توافق قول آمين ووفقت بأنني أكون مع تأمين الملائكة غفر لي ما تقدم من ذنبي ومين اللي مش عايز ربنا يغفر له ومين اللي مش عايز ربنا يغفر له لا أشوفه حتى العلاقة بيننا وبين الملائكة حتى في آمين علاقة طيبة حتى في عبادتنا مع ربنا تبارك وتعالى لأن الملائكة صفوف عند ربهم تبارك وتعالى يصلون ويسبحون ويقيمون ويركعون ويسجدون الملائكة لها صلوات مع ربها تبارك وتعالى يعني يسبحون الليل والنهار لا يفطرون بيشغلين في الذكر أنا ممكن أغفل أنا ممكن أغفل في أحداث الحياة وبعض شدائدها أما الملائكة لا تغفل فتخيلوا كده وهم يقولون آمين أنا أقول آمين فيتوافق التأمين بيننا فبعد ذلك نرى هذا الجمال غفر له ما تقدم من ذنبه ومن فينا مش عايز ربنا يغفر له ومن فينا بلا زنوب ومن منا بلا تقصير ومن منا بلا تقصير في حق الله تبارك وتعالى فإحنا مجرد من أؤمن على الملائكة مع الملائكة الله تبارك وتعالى يغفر لنا ما تقدم من ذنبنا تخيلوا كده في كل صلواتنا أربع مرات بنصلي في زور أربع ركعات تخيلوا كده في كل مرة يغفر رب تبارك وتعالى ما تقدم من ذنبه في كل مرة يغفر رب تبارك وتعالى مع كل فاتحة وكل تأمين يغفر رب تبارك وتعالى من ذنبه أنا الإنسان ومع تأمين الملائكة وأنا أصبحت أؤمن مع الملائكة أصبحت أتفاعل مع عوالم الملائكة مع هذه العوالم النورانية مع هذه العوالم الرحمانية التي جعلها ربي تبارك وتعالى من خلقه النوراني قال صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة من نور فأنا حينما أدخل في عبادتي وصلاتي وقربي بربي تبارك وتعالى وأنسي برب تبارك وتعالى وأنا أسمع الفاتحة فأقول آمين في مناجاتي لرب تبارك وتعالى أن استجب أن استجب يا رب العالمين وتقول الملائكة آمين ما أروع هذه الحياة ما أروع هذا الجمال ما أروع هذا الحب ما أروع هذا الفيض ما أروع هذا الأنسي بالله تبارك وتعالى هذا الأنسي بالله تبارك وتعالى حينما يقف العبد بين يدي الله تبارك وتعالى والملائكة تقول آمين وأنا أقول آمين معهم وهذا التوافق الرائع بين الإنسان والملائكة هذا التوافق الرائع بين الإنسان والملائكة وتكون النتائج لهذا الأمر هو أن الله تبارك وتعالى يغفر لي ما تقدم من ذنبي أنا الإنسان الضعيف يغفر لي ربي تبارك وتعالى من ذنبي أنا الإنسان العاصي يغفر لي ربي تبارك وتعالى ما تقدم من ذنبي أنا الإنسان اللاجئ إلى الرحمن تبارك وتعالى أن يغفر لي ويسمح ويعفو عنه ويأخذ بيده إليه أخذ الكرامي عليه ويدخلنا في الرحمات ويدخلنا في البركات يبقى ملائكة بتدعلنا وملائكة بنأمن معاها وملائكة بتستغفر لنا لما بنكون جلسين في الصلاة ما أروع هذه الحياة وما أجمل هذه الحياة وما أسمى هذه الحياة حينما نكون كذلك بقلوب صافية وأرواح سامية وعقول وعقول لها مع ربها تبارك وتعالى وتواصل بالأنس والحب والرحمات ما أروع هذه الحياة وما أجمل هذه الحياة أسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظكم وإحفظ أولادكم وإحفظ بلدكم وأن يسر لكم أرزقكم وأن يسر لكم أموركم في حياتكم أسأل الله تبارك وتعالى أن يديم عليكم رضاه وأن يديم عليكم هداه وأن يديم عليكم البركات وأن يجعلكم من المبروكين المتواصلين دائما مع ملائكة الرحمن تبارك وتعالى بكل أفعالكم وكل ما تقومون أنتم به إنه سميع مجيب الدعوات ونلتقي في الحلقة القادمة مع برنامجكم الحوارات الملائكية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته